هنا سوريا مساء الخير مصادر مطلعة تقول إن بشار الأسد رفض الإذعان للهدنة الروسية في حمص يقول قائل منذ متى يملك رأس النظام رفاهية القبول أو الرفض فروسيا وضعت بنود الهدنة وقالت إنها ستلتزم بالاتفاقية وستجبر الميليشيات الإيرانية على السمع والطاعة ما فرص نجاح هدنة حمص في ظل وجود قطب واحد أراع لها وهو الروس هذا الموضوع سيكون محور نقاشنا الأول في هنا سوريا في المحور الثاني سنتابع بملفات الهدن لكن من بوابة مطالبة هيئة محلية في درعة بإعادة اللاجئين إليها ضمن اتفاق الجنوب أما في المحور الثالث فإن فيلق الرحمن وجيش الإسلام يعودان سمنا على عسل لكن أحرار الشام تطلق ببيانات تتهم فيها الفيلق بعرقلة عملها في الغوطة الشرقية حلقة جديدة من هنا سوريا أحلا بكم أهلا بكم مجددا أعلنت وزارة دفاع روسية عن سريان وقف إطلاق النار شمال حمص اعتبارا من منتصف هذا اليوم وذلك بموجب اتفاق خفض تصعيد الذي توصلت إليه مع فصائل المعارضة وكانت مصادر روسية مطلعة كشفت عن وجود تباين بين روسيا والنظام في سوريا حول مناطق خفض التصعيد مشيرة إلى أن بشار الأسد يرغب بمواصلة القصف المدفعي والجوي في الجنوب السوري وأيضا في الغوطة وهو ما ترفضه موسكو نتابع التقرير التالي ونعود للنقاش المشهد السوري يقترب أكثر فأكثر من حالة الهدوء العامة هذا ما يبينه اتساع رقعة مناطق خفض التصعيد على الخارطة السورية حيث أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجيش ويغو أن وقف إطلاق النار في شمال حمص بدأ وأن الاتفاق سيشمل 84 منطقة بينما كشفت وكالة سبوتنيك الروسية نقلا عن مصادر مقربة من الدفاع الروسية كشفت أن منطقة خفض التصعيد الجديدة ستشمل الرستا وتلبيسة وفق ما تم الاتفاق عليه الاتفاق والتشاور والتنسيق مفردات تحرص المصادر الروسية على إبدائها بينما تشير مصادر أخرى إلى اتساع الفجوة بين الروس والنظام بسبب ما تقول إنه أصار الأسد على استكمال القصف في مناطق خفض التصعيد وعدم تقديمه أي تنازلات بما يخص الحل السياسي الأمر الذي ترفضه موسكو وتراه متعارضا مع رؤيتها الميالة للتهدئة حاليا إضافة إلى أن ذلك يعرقل مسار أستانا وجونيف مسار أستانا وجونيف المسار الذي ينشط المسؤولون الروس لتحقيقه حيث أعلنت الخارجية الروسية أن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف بحث مع رمزي عزدين رمزي نائب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا بحث معا مناطق خفض التصعيد في سوريا إضافة إلى مناقشة نتائج الجولة الأخيرة لمباحثات جونيف وأستانا والتجهيز لهما وهو ما تفعله أيضا شخصيات روسية وإيرانية بحسب مصادر مطلعة أضافت أن لقاءات على مستوى الخبراء بين الطرفين ستعقد في طهران قبيل أستانا التي ستعقد في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري والنقاش ينضم إلينا سيد عدنان نجارا ناشط السياسي معنا من الرحانية وأيضا الدكتورة إلينا سوبونينا كاتبة روسية معنا من موسكو مساء الخير وأهلا بكم أبدأ معك دكتورة إلينا يعني بعد الإعلان عن سريان هذه الهدنة ما هي آليات إرساء هذه الهدن وأيضا استمرارها بالنسبة لإستمرار هذه الهدنة في الشرق الأوسط كل شيء وارد لا أحد يستطيع أن يضمن أن الأمور ستستمر فترة طويلة ولكننا نستطيع أن نضمن بأن روسية محتمة في أن تستمر هذه الهدنة وأكثر من ذلك روسية محتمة في إيجادة الحل للأزمة السورية كل المبادرات هذه هي تنبثق عن مبادرة أساسية تراحتها أستنى كعملية تفاوضية من أجل السلام في سوريا وروسيا كانت بالأساس صاحبة هذه الفكرة فرغم الدور للعبين آخرين تماما هذا ما سأسألك عنه دكتورة إلينا يعني دخول أطراف جديدة في هذه الهدنة وإقصاء أطراف كانت أساسية سابقا لماذا تم هذا التبديل بطريقة أو بأخرى إن أمكن القول أنا أستغرب لماذا تنظرون لدور اللعبين الجدد في سوريا الآن كإلى نعم إلغاء دور اللعبين الآخرين مثل تركيا وإيران أبدا مصر تأتي ليست كبديل لتركيا أو إيران بالعكس مصر الآن تلعب دورا إيجابيا وبناء ولكنها تأتي كعنصر مصعد أصلا مبادرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر ترحت في أستنى وتركيا وإيران بعلم الموضوع أيضا أمريكان وهم العدو المراقب في عملية أستنى هم أيضا بعلم ما يحدث الآن بالنسبة لمناطق تخفيف التوتر سنعود دكتور إلينا لمسارات أستنى بالتفصيل سأنتقل إلى سيد عدنان نجارة دكتور إلينا قالت بأن كل الاحتمالات واردة على الأرض كيف تقرأ ما يجري على الأرض اليوم بسم الله إن ما يجري على الأرض هو بحالة جبرت روسيا إلى اتجاه باتجاه الحلول السياسية بعد الخوب مع الأسد لمدة سنتين نعم يعني الآن روسيا تمارس دور الوسيط أو الطرف الثالث بعد ما كانت هي نفس الوقت الآن تمارس دور القاضي وكانت هي نفسها الجلاد نعم طيب سيد عدنان يعني هي ذكرت بأن روسيا اليوم تمارس دور الوسيط هي وسيط بين من ومن تحديدا الآن روسيا تمارس دور الوسيط بين النظام وبين قوات الثورة القوات الثورية اللي كانت القوات الثورية المسلحة والقوات الثورية السياسية نعم عسكريا مرأ سنتين مرأ سنتين على السورة كانت روسيا بكفة النظام يعني هي كانت تتجلاد بالأساس الآن تمارس دور القاضي أو المراقب البعيد نعم الاتفاق بشكل عام له إيجابيات له سلبيات نعم بعد سبع سنوات وتعب الناس الاتفاق بشكل جيد يعني يعتبر جيد أو أكثر من جيد يعني فوق المقبول أولا نلبي كثير من طلبات الثورة اللي للأسف بالمراحل الماضي خلال الست سنوات أو الأربع سنوات الأخيرة كان في تدني كثير لسقف المطالب نعم اليوم كان في تحصيل سقف جيد جدا كف يد الأسد كف يد الميليشيات الإيراني كف يد إيران كف يد الميليشيات الآن تتعامل مع طرف واحد للأسف الضامن يجب أن يكون بين طرفين أما الاتفاق تم بين غوث وبين قوى السبر نعم سأعود إلى هذه النقطة سيد عدنان نعم دكتورة إلينا يعني كما نرى من السيد عدنان أن هناك تفاؤل في هذا الاتفاق ولكن هذا التفاؤل هو بطريقة أو بأخرى يأتي بالتزامن أيضا مع تخوف من وجود الميليشيات الإيرانية في المنطقة هل ستتمكن روسيا من ضبط هذه الميليشيات؟ أهم شيء الآن هو استمرار الأهدن لا أحد الآن يتكلم حول ضرورة انسحاب هذه الميليشيات إلى المعارضة السورية فبنهاية المطاف وقت حتستقر الأمور في سوريا لن يكون هناك أي وجود عسكري أجنبي في هذه البلاد إلا اعتمادا على اتفاقيات مع حكومتها ولكن الاستقرار ليس قريب فأمريكان على فكرة لا يرفعون دكتورة إلينا أنت تتحدث عن استمرار الهدنة ولكن الخروقات التي قامت بها هذه الميليشيات سابقا هي من سهم بإيقاف بعض الهدن على الأرض هذا هو التخوف المقصود ليس انسحاب بشكل مطلق إلى الآن كطلبات غير منطقية في الوقت الراهن إذا كنا نتحدث عن خروقات سابقا فالخروقات حسب موقف موسكو كانت تحدث من قبل كل الأطراف المتنازعة فعلينا أن لا ننظر إلى الماضي الآن ننظر للمستقبل بالنسبة لمستقبل نعم أنا اتفق أن وجود قوات أجنبية في سوريا وهو عنصر ممكن يكون عنصر استقرار مثلا الشرطة الروسية مستعدة أن تلعب دورا إيجابيا من أجل استمرار الهدنية وممكن يكون عنصر عدم الاستقرار ولكن لماذا نركز الآن فقط على ميليشيليات إيرانية هناك مستشارين عسكريين أمريكان هناك ضربات إسرائيلية من حين لحين على مواقع في سوريا هناك قوات تركية المسألة هي أكثر من هكذا دكتورة إلينة نتحدث عن الجغرافيا في تلك المنطقة يتواجد في شمال حمص يعني العديد من الميليشيات التي تتبع لإيران بطريقة أو بأخرى وهذا هو سبب الحديث عنها تحدثنا عن التفاؤل وتحدثنا أيضا عن الشروط ولكن لم تخبريني عن أليات روسيا التي ستنوي استخدامها لإرساء هذه الهدنة مثل ما ذكرت الشرطة الروسية ممكن أن تكون عنصرا دامنا أساسيا لاستقرار واستمرار الهدن في هذه المناطق وهذا ليس فقط في منطقة حمص وحواليها أما أيضا في غطة الشرقية وفي جنوب غرب سوريا أنا أعتقد أن عدد المناطق ممكن أن يزيد وممكن أن تكون هناك منطقة في شمال سوريا أيضا وفيما بعد إذا كانت أمور تتطور بشكل ناجح فممكن أن تتوسع هذه المناطق بانتظار تطورات ناجحة على الأرض خصوصا أن البنود التي تضمنت هذه الهدنة هي من الجهة التي ستراقب تنفيذ هذه البنود خصوصا فيما يخص إدخال المساعدات وذكرت أيضا الهدنة أو هذا الاتفاق إدخال مواد لازمة لإعادة الإعمار في المنطقة كيف سيتم مراقبة هذا الموضوع وعلى أي أساس سيتم إدخال هذه المواد إلى المنطقة مراقبة هذا الموضوع أيضا ممكن أن تتم بمساعدة الشرطة الروسية هل ليس هناك دور للأمم المتحدة في هذا الموضوع خصوصا أننا نتحدث عن مساعدات وأيضا إعادة إعمار؟ روسيا دائما ترحب بدور الأمم المتحدة وكما تعلمون سيد رمزي وهو مساعد ستيفان ديمستورا قد زار موسكو منذ بضعة أيام وإلتقى بنائب وزير خارجية روسيا سيد غتيلا ناقش هذا الموضوع موضوع تقديم المساعدات الإنسانية لحتى الآن الأمور في سوريا وفي مناطق هذه ليست مستقرة لدرجة أنه ممكن أن الأمم المتحدة أن تلعب كما يبدو دورا أنشط ولكنه سنتحدث عن هذه النقطة بالتفصيل دور الأمم المتحدة بإدخال المساعدات وأيضا الأعذار التي دايما تضعها في الطريق سأنتقل إلى السيد عدنان في نفس الموضوع المساعدات الأممية التي من المفترض أن تدخل إلى تلك المناطق هل لديك معلومات إن وافقت الأمم المتحدة على إدخال هذه المساعدات بعد الاتفاق وأيضا مراقبة دخول المساعدات على أقل تقدير المساعدات ستكون عبر معابر الأمم المتحدة لا دور لها في المنضوع الاتفاق تم أحد منود الاتفاق طبعا في ملاحق الاتفاق الاتفاق النهائي إلى الآن الروس لن يرسلوا نسخة منه حتى للأشخاص المجتمعين أو الموقعين على البيع النهائي للاتفاق مع وسطة نسخة بيضاء منه تم الاتفاق على فتح معابر لم يتم تحديد عدد المعابر ستكون المناطق الفاصلة بين قوات المعارضة وبين الشرطة الروسية مسافة 2 كم سيتم تفتيش القوافل عن طريق الشرطة العسكرية الروسية والإعاز للدن التواصل باستلامة عدد المعابر لم يحدد الأمر المهم الذي يجب التنويه له الاتفاقية أن الاتفاق تم توقيعه في القاهرة لكن تم توقيع الاتفاق المبدئي أما الاتفاق الرئيسي سيكون على الأرض سيتم تشكيل لدنة من قوى السورة من المدنيين ومن العسكريين هذه اللدنة ستكون اسمها لدنة التواصل سوف تجتمع بشكل فيزيولوجي تحت على الأرض مع اللدنة ويضعوا هذه البنود الأساسية سيد عدد المعابر لو لك أن تستفيد في موضوع توقيع هذه الاتفاقية لأن الأخبار المصادر تتحدث عن توقيع هذه الاتفاقية في القاهرة وليست على الأرض لو لك أن تستفيد أكثر وتمت بالفعل نتحدث عن بدء سريان هذا الاتفاق منذ منتصف اليوم تمام تمام بدء الاتفاق يعني سريان الاتفاق كان يوم فقط مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار غدا سيكون نشر مراقبية تاريخ خمسة شهر لازم يبدأ دخول قوافل الإغاثية أو المواد الإغاثية أو المواد الإنسانية طيب سيد عدد نام بالنسبة للمواد الإغاثية نحن نرجع لهذه النقطة ذكرت أن الأمم المتحدة المساعدات ما هي جاية عن طريقة من يللي أمن المساعدات يعني عن طريق من قادم هذه المساعدات التوقية ليس فقط عن طريق المساعدات أعتقد أنه سيكون في دور للهلال الأحمر السوري وبعض المنظمات الكم الأكبر من المواد التي ستدخل ستدخل المواد التجارية يعني بنود الاتفاق كان واضح تماما إدخال المواد التجارية نحن نتكلم عن المواد الإنساني لأننا نتكلم عن شيء مجاني مساعدات إنسانية فقط نعم الآن كل الأعلام يوجه أنه ستكون في مساعدات إنسانية لكفاية منطقة منطقة ممتدة واسعة وعدد سكان كبير الأمر يعني هذا ما نريد أن نوصله لأهالي المنطقة إن كانوا يتابعونا أذا تفصلنا بالضبط دخول المساعدات هل هي مساعدات بضائع للبيع والشراء داخل المنطقة؟ هل هي مساعدات قادمة من دول لإغاثة الأهل المتواجدين في ريف حمص الشمالي؟ أم ما هي المعلومات التي تتوفر لديك تحديدا؟ المعلومات سأعطي مثال صغير خلال السنتين الماضيات كانت تدخل قوافر المساعدات عن طريق الهال الأحمر من بعض المعابر نعم من مناطق النظام إلى مناطق القوى السورة في ريف حمص الشمالي هذه القوافر ستدخل ما يتبقيش ستستمر إدخالها لكن عن طريق الشرطة الروسية وضمن الاتفاق الأمر الذي لا يخفى على أحد أن المنطقة محاصرة من نهاية عام 2012 محاصرة سيصار كلي وخصوصا على المواد اللازمية للحالة المعيشية لكن المواد التي ستصل خلال الأيام القادمة ستكون هي تجارية أم هي مساعدات؟ ستكون من الشكلة ستكون قسم من مساعدات وقسم من تجارية أنا أعتقد أن الروس سيستخدم شيء من السلطة للضغط على زيادة كمية المساعدات الإنسانية لكن ما رأي تدخل كميات نعم وضحت الصورة سيد عددان نعم وضحت الصورة إلى الآن لا يوجد هناك معلومات جدا واضحة على الأرض سنتابع في هذا التفصيل دكتورة إلينا هل هناك جدول زمني لتنفيذ بنود هذا الاتفاق على الأرض؟ بالنسبة لمساعدات إنسانية هذا الشيء لازم أن يبدأ في أسرع وقت ممكن لأن السكان مناطق هذه هم بحاجة لهذه المنسعدات وهي ستكون بشكل الأدوية بشكل مواد غذائية أيضا فآلية إيصال هذه المعلومات لحتى الآن لم تتبلور بصراحة لأن أمور الأمن هي لحتى الآن لم تنحل ولكن أنا متأكدة أن المساعدات ستصل وحكومة روسيا تتعاون في هذه النقطة مع الآخرين ليس فقط مع الدول ولكن أيضا مع منظمات مثل منظمة السليب الأحمر أيضا طبابة لحدود وإلى آخره نعم طيب دكتورة إلينا وسائل إعلام روسية تحدثت عن استياء من قبل النظام وأيضا من يمثلون مثل إيران من هذه الاتفاقيات وبطريقة أو بأخرى ما يقال بأنه وضع جانبا أو نحي عن هذه الاتفاقات كيف تعلق على هذه الوسائل التي تحدثت بهذا الإطار أنا لم أشعر بالاستياء من قبل حكومة سوريا أو إيران في هذه المسألة أنا عارف تماما بأنه فكرة مناطق تخفيف التوتر في سوريا طرحت في مؤتمر أستنى وكان ممثلو الحكومة السورية موجودين هناك وأيضا الوفد الإيراني كان موجود كما هو الوفد التركي ما يحدث الآن بضم مشاركين آخرين لا يعني إلغاء دور وسطاء موجودين في أستنى فالأمور ماشية مثل ما كان مخطط عليها إن شاء الله الأمور ستستمر مثل ما هي الآن رغم أنني حذر دائما ولدي تحفظ ولكن في هذه الأيام بالضبط ممكن أن نعبر عن تفاؤل نوعا ما سننتظر الأيام القادمة شكرا جزيلا لك دكتورة إلينا سوبونينا الكاتبة الروسية كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا للناشطة السياسية عدنان نجار معنا من الريحانية مشاهدين فاصل قصير ونعود لمتابعة ملفات هنا سوريا